عامل مشاكل ليه لو فكرنا بالموقف الموقف الأولاني كان أفشا قبل مباراة سينبا تحديداً في البنزون بالزبط كده في الوقت المخصص لإعلاميين في ملعب مختار التيتش كنت بس على الأفشا عن إهضار الفرص طبعاً السؤال اللي يشغل كل الشارع بكاروي الأهلاوي إهضار الفرص الكثيرة قولي سألتوا إزاي بالزبط بص يا كريم أنا بس عايز أقول نقطة مهمة جداً ونقطة محددة أولاً أولاً الصحفي ما بيكونش أنا باتكلم عن إسلام يعني أنا باتكلم عن شخصي أنا أولاً سؤالي ليه ما كانش موجه على الإطلاق السؤال جي في لحظتها في نفس اللحظة اللي أنا بسأله فيها هو ده السؤال اللي أنا عايز أسأله له يعني ما كانش متحضر ما كانش مجهز له اللي هو سؤال طبيعة ومنطقة كلنا بنقوله هل أنت ليه في فرص القالب يهدر فرص ليه جداً ولكن أنا بس ليه علامات استفهام على رد أفشا تحديداً وهجلها قبل ما نوصل لرد أفشا قولي بس سألت السؤال إزاي السؤال إن أنا بسأله عن إهضار الفرص الكثيرة يعني بتروحوا بالمرمى بشكل كتير جداً ولكن بيبقى فيه إهضار فرص بشكل غريب يعني فرص محققة يعني إحنا ما بنقولش فرص لا دي فرص محققة لأهداف فرد عليك وقالك مش من حقك تسأل السؤال ده المدير الفني هو اللي يقول هنا بقى أنا بس عايز أقف هنا عند النقطة دي شفنا بعد كده يا كريم في مباراة الأهل وسراميكا على إن لم تخن الزاكرة يا عمر شفنا أفشا تم تغييره ولكن أعترض على تغيير المدير الفني واعترض على قرار المدير الفني هنا السؤال يعني منين أنت بتعترض على سؤال الصحفي وجهت كلامك ليه إن المدير الفني هو له الحق الأصيل في القرارات سواء مثلا إخضار فرص أو 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 ومنين هنا أنت معطرد على التغيير بس سؤالك حاجة الدفاع الأحلى عن نفسك إيه إنه دايما وده وأنا قلته هنا دايما يلوم علينا اللاعبين أو المدربين في المؤتمرات الصحفية يقول لك الصحفين بيسألونا أسئلة بره المباراة بره المباراة خالص أنا بسأله في السياق المباراة أنا سألتك في أهم سؤال اللي هو في إضاءة فرص فأنت هتقول لي والله يا سوق حظ والله إحنا محتاجين دا رباكتا يعني فيه ردود بس أكريم أنا أخد بس منك عشر صواني سريعا هل السؤال ده مش يشغل كل يعني بغض النظر هو الأهلي ممثل مصر في أفريقيا يعني أنا بتكلمش هنا على جمهور الناجي الأهلي فقط على فكرة فيه جماهير أخرى بتشجع الناجي الأهلي إنه يمثل مصر في أفريقيا ولكن السؤال اللي بيشغل كل الأهلوية ليه الأهلي بيضغع فرص فيه السؤال عام جدا ومهم جدا